اشتركوا في القناة عن المكتب المؤقت الحالي الذي تاه وسط المشاكل خاصة الأزمة المالية التي تدرب أسوار مركب الوازيس والديون العالقة التي لا نهاية لها أسمع ككريسيان أوساغونا لما مبيدي وقاريد لها في ذمة النادي أكثر من مليون دولار ومخافية أعظم هكذا تشير تسريب تتويج الفريق بكأس الكونفيدرالية الإفريقية منذ أيام لم ينعش خزينة النادي كثيرا بما أن نصف المنح ذهب كمستحقة عالقة للمدرب السابق محمد فاخر الحلو في نظر الإدارة الحالية بيع النجوم الفريق على رأسهم سفيان رحيمي بينما يرفض الجمهور ذلك الجمهور الذي دعت فسائل ممثلة عنها إلى وقفة احتجاجية الخميس من المطالبة أو من أجل المطالبة مرة أخرى برحيل الإدارة الحالية في أقرب وقت ممكن ونبقى مع أخبار رجاء حيث من المرتقب أن يغيب عمر العرجون عن مباراة الفريق أمام نهد الزمامرة لحساب الجولة التاسعة والعشرين يوم الجمعة وكان العرجون قد غاب أيضا عن المباراة الماضية أمام أولمبيك أسفي بسبب الإصابة الرجاء يبحث عن فوز يقربه أكثر من لعب دور أبطال إفريقيا الموسمة المقبل بينما نهد الزمامرة يلعب من أجل تفادي النزول الجولة التاسعة والعشرون تجرى يومي الجمعة والسبت كرة القدمة الأوروبية الآن ونسأل حديثها من أخبار سوق الانتقالات في إنجلترا أعلن إيفرتون المنفس في الدور الإنجليزية الممتازة الثلاثاء تعقده مع أندروس تاونسون لمدة عامين بعد انتهاء عقد الجناح مع نديه السابق واخد اللعب المخضرم نحو 250 مباراة في الدور الممتاز مع فرق توتنهام كوينسبارك رينجر ونيوكاسل يونيتد وقد لعب المنتخب إنجلترا السابق خمسة مواسم مع كريستال بلس وهو أول صفقة يبرمها إيفرتون تحت قيادة المدرب الإسباني رافايل بينيتس وفي إسبانيا أعلن نادي ريال مدريد إعارة لعب الشاب رهيم دياس لصفوفي ميلان الإيطالي وقال نادي الإسباني في بيان نشره عبر موقع الرسمين ريال مدريد وميلان اتفق على إعارة اللاعب إبراهيم دياس خلال الموسمين المقبلين وأضاف إن إعارة دياس إلى ميلان تنتهي في الثلاثين من يونيو وثلاثة وعشرين يذكر أن دياس الذي يعتبر من أصل المغربي لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوفي الرسوليني حيث خاد تسعة وثلاثين مباراة في مختلف المسابقات سجل سبعة أهداف وصنع أربعة أخرى في موضوع آخر وبه نختم اكتشاف إصابة خامسة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية تعود إلى مدرب منتخب تشيك للكرة الطائرة الشاطئية النمسوي سيمون ناوتش وذلك قبل أربعة أيام من على افتتاح الألعاب الأولمبية في توكيو ويأتي الإعلان عن إصابة ناوتش بعد يوم عن الكشف عن إصابة أحد لعبه بالفيروس وهو أندرو بيروتشيش ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية في القرية الأولمبية إلى خمسين وكان أعلن أول أمس الأحد عن ثلاثة إصابات بالفيروس في القرية الأولمبية تعود إلى لاعبين ومحلل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للذكور لكورتي القدام بإخباري الألعاب الأولمبية نصر المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة بعد الحضارة يعود الزمين شكر البكري وباقي فقرة